بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم إخوتي الطلبة كيف حالكم كيف الصحة درسنا اليوم التاسع والثمانون وموضوع درسنا نفسه يعني نقول ملحق بالدرس السابق الدرس السابق كان باب في قضاء الوقت كيف نقضي الوقت ما هو البرنامج ما هو النظام ما هي الخطة ودرسنا اليوم يتعلق بذلك مثلا جمل متداولة أو جمل متعلقة بالموضوع السابق متعلقة بالموضوع أو بالدرس السابق فتعالوا نستفيد أكثر بسم الله الرحمن الرحيم جمل متداولة أو متداولة حول قضاء الوقت مثلا قال أحد الأصدقاء كيف تنمي مواهبك وقدراتك الذهنية التنمي نما ينمي كيف تكبر كيف تعزم كيف تكثر هذا حتى نفهم كيف تنمي نما ينمي بمعنى برهانة طيب نحن درسنا نما ينمو نما الشيء يعني الشيء كبرا وعظما نما ينمو جب چيز بر جاتا ہے نما الشيء فنما ينمو كذلك وَأَطْرِفْلُ يَنمو شيءا فشيءا بچا تربوت آستا آستا بر رہا ہوتا ہے برا ہوتا ہے أَطْرِفْلُ يَنمو نما ينمو ولكن هذا نما ينمي من باب التفعيل آپ کیسے بڑھاتے ہو كيف تنمي مواحبك مواحب هذا قدرات وصلاحیات وإستعدادات ومستویات كيف تنمي مواحبك وہ موحبا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے کسی بھی چیز میں کوئی بھی آپ کے پاس فن ہے تو وہ فن آپ کیسے اس میں ترقی کرو گے آگے بڑھو گے هذا هو سؤال قال هنا كيف تنمي مواحبك اللہ أعطاك موحبة وأعطاك قدرة وصلاحیة كيف تنميها وقدراتك الذهنية طيب التي تقوم بها تتعلق بالذهن قال أنميها بكثرة المناقشات العلمية الهادفة أنا سأنمي القدرات وأنمي الصلاحیات بكثرة المناقشات العلمية الهادفة التي لها أهداف وأنميها بالمطالعة العامة أنا سأطالع في المكتبة كثيرا وكثيرا حتى أنمي مواحبي الذهنية وقدراتي هل فهمنا هذا طيب بعده هل وضعت لنفسك جدولا وضع يضع ركنا بنانا هل وضعت لنفسك كاابن يبني ليركاه جدولا جدول يعني نقول مثل الخريطة جدول يعني أنت وضعت لنفسك خطة خاصة للاعمال اليومية كما نقول لهذا نحن نقول للجدول بالأردية نكتب فيه مثل هذا مثلا هذا اليوم الأول يوم الثاني أنا نسيت اسمه بالأردية لا بس هل وضعت لنفسك جدولا للاعمال اليومية روزانك كاموك ليأبني كوي خطة كوي جدول كوي لست بنائه بيها فقال الحمد لله عندي جدول منظم للأعمال أنا عندي جدول خاص منظم مبرمج للأعمال وأنا مواظب عليه أنا مهتم واظبا يواظب واظبا الطالب على الحزور واظبا الطالب على الحزور طالب علم نحازري كإهتمام أنا أواظب على اللغة العربية من أربي زبان كإهتمام أنت تواظب عليك بالمواظبة يجب عليك أبر واجبه أن تواظب الكلام باللغة العربية هكذا أنا مواظب على هذا النظام وعلى هذا الجدول فقال الأجدر بي الأفضل والأجدر والمهم والأليق الأليق الأليق لائق مناسب الأنسب الأنسب بي والأليق یہ بہت لائق ہے میرے لئے أن يكون لدي جدول للأعمال کہ میرے پاس بھی ایک جدول ہو جس میں میں أعمال لکھوں جو میں روزانہ کرتا ہوں ولكنني للأسف تقاسلتو ولكنني للأسف لیکن میں اس طرح سے میں بہت پریشان یا بہت غمگین ہوں اس وجہ سے تقاسلتو کہ میں نے اس میں بہت سستی کی تقاسل الرجل آدمی سست ہو گیا تقاسل الطالب فی الدراسة طالب علم پڑھائی میں سست ہو گیا تقاسل الطالب وأنت متقاسل آپ سست ہیں وأنا متقاسل فهذا هو فقال هنا ليس لدي جدول میرے پاس کوئی بھی جدول نہیں ہے ليس لدي جدول للاعمال ولكنني سأضع من غد كالسم ترتيب لونگا سأضع أو تقول ولكنني سأرتب رتب يرتب ترتيب لنا وكذلك أضع لا بس سأضع من غد أو سأرتب من غد إن شاء الله فقال بعده ما هو الوقت المخصص المحدد لممارسة الرياضة فقال عادة عام طور پر أمارس الرياضة أنا أقوم بالرياضة وأنا أتريض بعد صلاة العصر مباشرة هذا هو وقت دورة الصرف في دورة التفسير فقال أجد نفسي لا أحتاج إلى مثل هذه المراكز أنا لا أحتاج مجاكوي ضرورتني إلى مثل هذه المراكز لماذا؟ لأنني اجتهدت في دروسي طيب فقال بعده نعم أنا أنا مشارك في أحد المراكز ووقته بعد المغرب أنا بعد المغرب أذهب وأشارك في دورة خاصة أو في الدروس الخصوصية ما رأيك بدروس التقوية والمدرس الخصوصي؟ ما رأيك؟ أبكي كيف رأيه؟ بدروس التقوية التي تقوي والتي تمهر الدروس دروس التقوية التي تمهر تجعلك قادرا على مهارة على مهارة دون أخرى فهناك مهارات وهناك أسلوب التدريس كيف تدرس ما هو الأسلوب تتعلم؟ فقال هناك دروس التقوية والمدرس الخصوصي ما رأيك في هذا؟ هذه التدريبات أو هذه الدورات أو هذه المحاضرات هل نستمع إليها؟ هل نتعلم منها؟ قال جيدة لمن كان ضعيفا في المواد الدراسية فلو نترجم دروس التقوية كما هناك دورة خاصة في جميع الفنون مراجعة الفنون فهذه دروس التقوية والمدرس المخصص طيب فقال لمن كان ضعيفا هو يستفيد من دروس التقوية في المواد الدراسية فقال أرجو أن تبدي رأيك في معاهد التأهيل المهني المسائية أرجو أن تبدي رأيك أنا أميد کرتا أن تبدي أبدا يبدي رأيك إظهار کرنا أبدا أظهر أبدا ما معنى هو؟ أظهر ظاهر کرنا أرجو أن تبدي رأيك في معاهد التأهيل المهني المسائية طيب يعني وہاں پر هناك مهن 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 يعني هناك مهارات يجب أن تتعلم مثل الحاسوب کمپیوٹر سیکھنا اور چيزیں سیکھنا الحاسوب هناك بانكتب في معاهد التأهيل المهني التي تعلمك المهن المهن معناها المهن جمع مهنت مهنت بالردية پیشة جو آپ کو پیشاور بناتے ہیں یا آپ کو جتنے بھی پیشیں ہیں اس کے بارے معلومات دیتے ہیں المسائية جو رات میں ہوتے ہیں فهناكا هناك دورات خاصة أو خصوصية تكون في بعض المساجد أو بعض الأماكن المخصصة بعد المغرب أي في المسائي فهل ما رأيك في هذا فقال ممتازة جدا ولكن في غير أيام الدراسة عندما ندرس فلا نشتغل بهذه المهن طيب أعني في العطل في العطل جيد في العطل أو في العطلات هذا جيد جدا ما رأيك بتنسيق الوقت كا رأيه بتنظيم نظ ما ينظم بتنظيم تنسيق ترتيب بتعطيب الوقت وتسجيل الأعمال نسجل الأعمال أنا فعلت اليوم كذا التي يجب إنجازها التي يجب إكمالها الأعمال التي يجب إكمالها لا بد أن نكتب في الكراسة ونسجل حتى لا ننسى فقال هذا اقتراح جيد هذا رأي جيد ممتاز لكسب فائدة الوقت نحن سنكسب ونربح كسبا يكسب كما نا كما يكرنا كسبا لكسب فائدة الوقت حتى نستفيد من الوقت إذا ما نكتب الأعمال سنعرف متى أنجزوا متى أكملوا العمل الفلاني وكذا وكذا بهذه الطريقة سنربح وسنكسب الوقت متى تبدأ بمراجعة الدروس وحفظ أنت متى تبدأ تشرع بمراجعة الدروس وحفظ الدروس فهناك الجواب عادة أبدأ بمراجعة دروس وحل التمارين حلا يحل تمارينكو تدريباتكو مشكو هل كرنا أنا أبدأ بمراجعة الدروس وحل التمارين بعد صلاة المغرب هل خصصت وقتا لزيارة أقاربك أقربائك هل أنت تذهب لزيارة الأقارب الأقارب جمع قريب رجل قريب منك رشتدار لزيارة الأقارب تذهب فقال نعم أزور أقربائي العطل المدرسية فأنا في العطل كذلك أزور الأقارب والأقرباء هذا يكفي سنأخذ نفسا في الدرس الآتي والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا